تعالوا نروح ليه نظام عبدالفتاح السيسي لو تفتكر معايا في اخر كلام قلتلك من فترة ان فيه فيروس اسمه عبدالفتاح السيسي انتشر في مصر زيه زي فيروس كورونا كده وبقى عندنا سيسي صغير موجود في كل مؤسسة الفيروس ده عبارة عن ايه عبارة عن السبوبة عبارة عن ازاي تطلع القرش من اي حتة وباي طريقة نشوف العنوان الجاي بيقول ايه مصر تفرد رسما جديدا على الفنادق والمطاعم لصالح صندوق السياحة دي الشرق بلومبرج التفاصيل وبعدين نعلق مصر فرضت رسوم اضافية لصالح صندوق دعم السياحة والاثار انت عارف انه من سياسات فخمة الرئيس ان احنا اي وزارة عندنا او اي هيئة هو عمل لها صندوق على جنب الصندوق ده هو الوحيد اللي بيشرف عليه محدش يعرف عنه حاجة البرلمان مش بيراقبه ما نعرفش تفاصيله لكن عبدالفتاح السيسي هو اللي عارف السنادق دي صندوق وزارة الصحة طلع فيه سبعين مليار واحنا ما نعرفش صندوق دعم السياحة ده برضو هيطلع فيه مبلغ واحنا ما نعرفش لكن الحقيقة القرار ده هيطبق على المنشآت الفندقية الفنادق الشركات السياحية المطاعم البزارات هيحصل فيه ايه هيعملوا رسم بواقع واحد في المية من سعر اقامة الفرض او الليلة الفندقية على الفنادق وفرض النسبة نفسها على يخوت السفاري طيب ايه كمان التفاصيل اخرى في الخبر ده بيقولك ان قرار وزير السياحة ده فرضه كمان تضمن فرض رسوم سنوية على البزارات السياحية الكافيتريات المطاعم الملاي الليلية شركات السياحة وتبسات السياحة الليموزين المايكروباس برسم سنوي ايضا انا عايز اقف هنا شوية الحين واسأل سؤال لو انت دخلت على موقع اللي هو بوكينج دوت كوم او اي موقع من بتاع حجوزات الفنادق تمام بيطلع لك في الاخر بعد ما بتحجز الحجز بكذا فيه مش عارف ضرائب كذا او فيه مش عارف ايه رسوم كذا في الاخر التوتل اللي انت هتدفعه لكن بتبقى عارف انه فيه ضريبة كذا وكذا اي دولة بتعمل ضرائب على الفنادق تمام لكن اللي انا مش فهمه الحقيقة اللي انا مش قادر افهمه ايه قصة الرسوم الاضافية عشان صندوق دعم السياحة انا ده مش قادر اتخيله يعني يعني ايه وليه اصلا انت كواحد جاي تحجز فندق او في ياخت او في سفاري الفلوس اللي انت بتدفعها دي هم بيدفعوا الرسوم مش عليك انت لكن على الناس اصحاب المنشآت اللي هم بقى بالتبعية هتزيد عليك ماولوا واحد في المية دي هتتضاف على حجز الفنادق اللي في الغرداء طيب احنا بقلنا فترة عمال اقول لكم هنا على الشاشة اللي هناك دي انه يا جماعة الخير الاندبندنت بتتكلم على الغرداء وعلى شرم الشيخ وعلى منتجع الجونة وان خلاص مدن البحر الاحمر بقت هي الوجهة السياحية للسياحة البريطانيين واوروبا لرخص الاسعار والكلام ده كله لكن القرارات اللي ازاي دي ما هي تغلي الاسعار انت هتاخد عشان السندوق لانك عايز سندوق على جنب دي حاجة ملاش علاقة بالبني ادمين يعني دي حاجة ما بتحصلش اللي عندك فيه ضرائب معلنة ومعروفة وبناء عليها الفنادق بتحدد الاسعار بتاعتها لكن انت بتخترع انت بتحاول تدمر السياحة باديك انك تحط رسوم اضافية اصلا انا عايز سندوق على جنب يعني انا نفسي اعرف مين اللي شارع العبدالفتاح السيسي بقصة كل مؤسسة عمل له صندوق على جنب يا بني ادم ما هو فيه موازنة للسياحة انت مالك ومال الصندوق اللي على جنب انت عايز تلمي فلوسه على جنب ليه ما هو فيه موازنة للسياحة خلاص انت بتتعامل بالموازنة دي وبتتعامل بالضرائب اللي بيجي لك لكن ازاي عبدالفتاح السيسي ملك السبوبة في التاريخ المصر القديم والحديث